بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع اللي هتكلم فيه النهاردة دوت جماعة الكلام دا متوجه لكل الزملاء الفنين والمهندسين والمشاركين معنا في صفحتنا سواء على صفحة الفيسبوك أبو سلمر شوحات خلصانة والطربة أو على الموقع اللي هو اليوتيوب الناس المشابه كلها في ناس أو قبل قبل مبدأ الكلام يعني عايز أقول لكم لسنة مطيبين بالنسبة السنة الجديدة إن شاء الله وربنا جعلها سنة جديدة علينا جميع في ناس تشتك من اليوتيوب أن اليوتيوب يحط شروط معين عشان تحمل الفيديو أو تشوف الفيديو أو أنك مثلا تيجي تكتب تعليق تحت أو سؤال بيكبرك يقول لك لازم تكون مشترك وعمل سابسكراير عشان تكتب تعليق فأنا حبيت أشيل حرك دوت من الناس كل من الناس اللي هي عايزة تعرض سؤال أو تعرض إجابة أو تعرض تعليق معين على الفيديو فأنت مش مرضم تعمل سابسكراير أنا مش بجبيرك ولا حاجة ولا بقول لك لازم ومش لازم وكلامين عشان كده أحد الزمالة معي بيقول لي طيحنا ممكن نحط الحاجات ديت على على الفيسبوك بحيث أن الفيسبوك برضو ما لهوش حظر زي اليوتيوب بالنسبة أنك انت حبيت تعمل تعليق تكتب عادي لكن كل واحد دلوقتي أعتقد أنه عنده حساب على الفيسبوك وأنا واحد منهم فالصفحة بتاعت اللي هي على الفيسبوك اللي هي برضو بتشيل نفس الاسم برضو اللي هو أبو سلمر شرحات الخرصانة والطربة هارض عليها إن شاء الله الفيديوهات وفي فيديوهات جديدة نازلة إن شاء الله برضو بتهتم بالاختبارات اللي بتفيد الفني وممكن برضو المهندس برضو يبص عليها ويعلق عليها لو فيها أي خطأ برضو أنا أقول لك أنا أعرض الحاجات للفنين عشان يتعلموها وبعرض الحاجات للسادة المهندسين عشان يعلقوا عليها أنا أحنا مش بنعلم حد نحنا بنعرض فكرة للناس كلها الحاجة الثانية الفيسبوك إن كنت لما تيجي تجري التعليق ليس هيقول لك شروط معينة لأنت هتجري التعليق بتاعك الإجابة بتاعتك السؤال بتاعك هتنتظر الإجابة بتاعتك بالإضافة إن التعليقات أنا أحتاجها له لأن الناس الفنيين المشتركين معي على الحاجة اللي بيعملها ديت أو ويجي إجابة وكاتب الإجابة مثلا من المهندس فلان الفلاني بتكون مقنعة بالنسبة له جامد جدا ويضع لها تأدير جامد وأرجو من أي حد يضع أي تعليق يعني يوصقه يعني يقول مثلا الحاجة ديت من الحرارة ما تزيدش عن كذا بناء على الكود الفلاني كذا كذا يقول رقمه دوت المرجع بتاعنا ودوت هو اللي يؤكد ما ده مصداقية الكلام لكن هقول كلام كده أصل حرارة مفروض تقريبا تبقى كذا أو احتمال تبقى كذا لا مش عادين الكلام ده يا جماعة لأن الكلام دوت بيجي المهندس مع الفن في الموقع ومعي أنا أقول لي طب الحاجة ديت مصدرها إيه فالمصدر يا جماعة ده مهم جدا بالنسبة للحاجة ديت الحاجة التانية اللي أنا برضو بلوم بها بعض الناس اللي هي بترد ردود يعني الواحد يزعل منها فعلى خاطر يعني أنا بأخد على خاطر يعني أنا تعبت في الحاجة ديت ويمكن الناس كتير منكم تعرف الواحد يتعب قدية علشان يعمل فيديو عشر داوة الخمشين دا يعني مش عاد أقول لك ممكن يوم تشفوره عشان يعمله والله العظيم أرجو أنك تقدر الحاجة ديت لأنه واحد يقول لي الصوت مش واضح يا جماعة انا كنت اعتمد على زمالي في الشغل بيصوريه بالموبايل مش كاميرات زي الناس على قد حالنا واحد بيصور بكامرة كليفون طالب كان في قريدة هندسة بتدريب عندنا ولا طالبة بيصورونا باخد البيض دوت وانا احط عليه الحاجة بتاعتي واعرضه فا يعني اقولك ايه اقولك اضر الحاجة دي يعني فيه واحد رد عليه رد يعني فيه ناشة فت وزعلت وردت عليه فا ارجو يعني اضر الحاجة دي اضرها بس مش اكتر انا مش بافرد عليك ان تشوفوا الحاجة دي انا مش بافرد عليك انا حاجة الناس محترمين زيكم معلموها لي فانا بحاول ان انا اوصلها برضو لزمالي الفاجئين اللي عرفهم ولم عرفهم مش يعني معظم الناس انا للأسف ما حصليش الشرط ان انا اشوفهم اتعرف عليهم واتمني ان اتعرف عن الناس دي كلها وفيه ناس بتقول كلام حلو صالح وبتشجعني وده لقصوده عشان كده هابد على اليوتيوب دلوقتي وهنا اعرض علي الفيديوهات الجديدة برضو وكل حاجة دي حاجة احبيت انا في التناظر ريها فارجوا من الناس كل ما انه هي تخش على صفحة ابو سلمر شروحات الهلسانة التربا في الفيسبوك وكمي اليوتيوب وفي صفحة تانية احنا عملها او انا عملها على التليجرام فيها ناس قيمة وقامة عالية جدا من اسمع المسمى الوظيفه انا بنباهر انا 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 بفخور يعني بفخور ان الراجل اذا يدود بالحجم يدود مشترك في صفحة على التليجرام او هيشارك في الصفحة اللي هي على الفيسبوك انت بس بكل مطلوب من ان ان انت تشاهد فيديو تشاركه مع زميلك انا انت لو شاركت انا مشاركة حاجة انت فيس بوك لا يوجد فيس بوك فانت هتشارك الفيديوات على صفحة ودعوا زميلك اللي هم يعملوا اعجاب بالصفحة على الفيسبوك على شأن استمدل المعلومة فاحنا يا اخوانا سيقدم معلومة او تسد اقول ان معلومة دي اتخير لي احنا رايحين مشجيين يعني اللي بيعد منه سانة ربنا اعلى وعلى هتدوله سانة تانين ولا لا فاعمل خير لي وليك وزميلك وحاجات مني لما يأتي واحد يخش على النت ويدور على اجاب السؤال معين ويلاقي اجابة ويروح يمتيح بيها بشكل وينجح بيها سدقني ادي صدق جالية بنسبالك فانا احنا نعمل خير يعدله بعد كده ده لحبيت الفتنة اقول له حضراتكم عليه فارجو تاني انكم تخشوا على صفحة ابو سلم على شرحات خارسان او طيبك على الفيسبوك او اكتبها بجوجل حتى هجي لك الصفحة وهتلاقي الفيديوهات ان شاء الله هنبدأ فيها لومين الجاين دولت ان انا هنعمل فيديوهات جيدة وفي عد ويديوهات جيدة كتيرة مع عمل اشاء الله الحاجة التانية اللي عايز اقولها ان لو كانش اي حد من الناس المحترمين سواء السادة المهندسين اللي كلهم على ابنغنة والسادة الفنيين اللي كلهم برضو على ابنغنة انا تحت امره بس فيه شروط يحطه ان هو لا يذكر اسم شخص يعني ما يقولش مهندس فلان فلان قال كده ما يقولش اسم شخص ابدا احترما لي انه ممكن يكون في خطأ في الحاجة اللي بات تتحمله الخطأ ده ما يجيبش اسم الشركة ما يجيبش اسم منتج ما يعرضش واحد معاف الشغل غصب عنه يعني يعني يجيب الكاميرا عليه ويجيب لا ما ينفعش الحاجات دي كلها يا اخوانا الا اذا كان الشخص دوت موافق ان هو يظهر في الفجدل اللي هي الفجدل لو نزلناها طبعا هي باب ايدو ايدا وفي ناس كدير بره بره مصر بالتابع الحاجات فارجو ان احنا نخط بالنا في الحاجات دي فارجو انكم تساعدوني لان فيه اختبارات انا ما عرفهش فلو في اختبار معين بالنسبة الخرصانة في حاجة حديثة نزلت في حاجة متكلم على حاجة يقولها الحاجة التانية وديت رجاء دي رجاء 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 لو في اي حد من الناس اللي متابعين معايا والمستادة المهمسين بالذات والمستادة المشيفين الكبار كان عنده اي فرصة عمل اي فرصة عمل ايا كانت يعرضها ولو عايزني انا اساعده ان انا اجيب له حد ما فيش مشكلة احنا في ناس عندي كتير جدا اعرفها والله العظيم يا جماعة والله العظيم والله العظيم يتواصلوا معي ما فيش حاجة ما فيش حاجة ما فيش حاجة ما فيش حاجة فلو في حد عنده اي فرصة لأي حد فني مساعد مهندس عائز مهندس استشاري انا الحمد للارد ناس كتير جدا 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 كما تدخلوا يتمنوا الحاجة ديات فلو اي حد ده منه فرصة ان هو يساعد حد يتواصل معي عن طريق الموبايل عن طريق الايميل عن طريق الصفح يكتب يا عبد الماصر لو في عندك اتنين فانيين تلاتة فانيين في عندك مهندس سنو صغير مهندس خبر قد كده يقول لي وانا هلاقيره ان شاء الله في الاسماء الناس اللي معاني لنا عندي اسماء كتير جدا مكتوبة برضو تتمنى في ناس سعينا والحمد لله ربنا اكرمها وفي ناس برضو منتظرة وهيكون التواصل يعني لو ما بينك وبينه هو مباشرة تانية هتقول لي عايز كذا كذا انا هكلم الشخص اقول والله يا فلان في واحد اسمه فلان فلاني طالب حاجة لو انت محتاجه اتصل عليه ايبا التواصل بينك وبينه والموضوع منتهي خلاص بيدي علي خالص فارجو يا اخوانا ان احنا نساعد بعض في الحاجة ديات وربنا يكرمنا جميعا يا رب وجعلنا يعني من من الناس اللي اللي بتسعى في رزق الناس مش الناس اللي بتسعى لأزية الناس في ناس بتسعى الناس كتير جدا في ناس سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خالقها للأزية فربنا بعدنا عنهم ويبعدهم عننا وربنا يهدينا وهديهم يا رب وفي ناس بتسعى للخير ولو انا قلت لكم اسماء الناس عملت خير معايا والله لا تعد ولا تخصى ولو انا قلت لكم ان في ناس ساعة ازية تقديه برضو لا تعد ولا تخصى ولكن ان الله يدفع عن الذين امانوا فنعمل خير فربنا سبحانه وتعالى هاجازينا خيرا عما نفعل ان شاء الله وفي نهاية الكلام كله انا احب اقول لكم كل سنة طيبين وسنة سعيدة ان شاء الله لها 2021 ان شاء الله ومن شوفت اللي شكناه في 2020 وربنا يوسع الارزاء وربنا يجعلكم من الساعين لارزاء الناس ان شاء الله ويستخرنا ويستخركم لمصلحة الناس يا رب وبسأل ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يكشف الغمة عن كل العرب وكل العالم اجمع يا رب العالمين وانا اقول في الاخر برضو الدعوة لدائما بعد عهلكم يا رب ربنا يديم عليكم نعمة الصحة والعافية وكل سنة طيبين مرة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنسوش برضو انكم تخشوا على الفيسبوك او سال مرشوحات خرسانة وطوبة وان شاء الله هنلاقي حاجات احسن واحسن ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته